انتساب المعلمين لنقابتهم أمر نص عليه قانون نقابة المعلمين العام الماضي لكنه أحدث حالة من الإرباك للقطاع الخاص إذ يره القطاع أمراً لا مبرراً لوجوده في ظل وجود مظلات أخرى للمعلمين في القطاع الخاص تتمثل بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل إضافة إلى نقابة العاملين في القطاع الخاص نقيب أصحاب المدارس الخاصة صرح بأن نقابة المعلمين غير مسؤولة عن العاملين في القطاع الخاص لا يجوز تجديد الرخصة وربطها بإرسال تعينات إلى نقابة المعلمين ما العلاقة نقابة في هذه الحكه نقابة عن المعلمين ليس لها صلاحية موجودة بقانون نقابة المعلمين لها أمور ترعى المعلم لكن هي أن تأخذ دور وزارة التربية والتعليم ولا يجوز لتجديد الرخصة إلا بتصديق المعاملة من نقابة المعلمين يعني وين دور وزارة التربية والتعليم؟ نقابة المعلمين غير مسؤولة عن العاملين في التعليم الخاص هناك نقابة اسمها نقابة العاملين في التعليم الخاص صلها الآن 40 سنة مؤسسة بموجب قانون وهي ضمن الاتحاد العام للنقابات العمالية رأس الأستاذ مازل معيطة من شهته نقاب المعلمين أوضح أسباب انتساب المعلمين من القطاع الخاص لنقابة المعلمين بالنسبة للانتساب في نقابة العاملين في التعليم الخاص اختياري بينما عندنا الانتساب اجباري بموجب القانون وهذا منذ ان اسست النقابة واسست قانونها هي على هذا الاساس فهم العاملين المعلمين في التعليم الخاص انتسابهم لنقابة العاملين في التعليم الخاص اختياري بينما عندنا في قانون نقابة المعلمين جميع من يمارس التعليم في القطاع الحكومي او القطاع الخاص ما عدا القوات المسلحة التقابل العسكرية والوكالة حول المستثنين ولا غير ذلك كل من يمارس التعليم في قطاع حكمة من قطاع خاص موجب القانون يجب أن يكون مسجل في سجلات نقابة المعلمين وأيضا كذلك نقابة المعلمين هي كثير من العاملين في التعليم الخاص أو حتى في النقابات الأخرى من من هم يعملون في قطاع التعليم يرغبوا كثيرا في الانتساب لنقابة المعلمين ومن لا يريد تطبيق القانون لمصالح شخصية أو لمصالح وفوائد ورغبات معينة لمؤسساته هذا الحكي هو يتحمل المسؤولية فيها معلمو المدارس الخاصة أكدوا دور نقابة المعلمين وأشادوا به نقابة المعلمين مجال أوسع يعني تعطينا فرص أكبر أي قروض مثلا أي شيء أنا بحاجة مثلا سجلات سيارة كل شيء تساعدني فيها حقوق المعلم نفسها بتكون محفوظة بتعطي تسلات للمستقبل يعني وبتعطي منح وبتعطي قروض وفيها كمان سكان وفيها تسلات إن شاء الله تقدم شغلات كثير منح تعليم قروض سكنية قروض زواج الصندوق كأنه تقاعد تعطي راتب تاني للمتقاعدين من المعلمين تأمين صحي برضو تقدم قروض تأمين صحي ضمان ومع تعدد الجهات المعنية بشؤون المعلمين يبقى المعلم باحثا عن الجهة التي تفيه حقه وتمنعه حياة كريمة ليقوم بأداء رسالته الثامية على أكمل وجه